قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم سفران ناروج والفلبين في باكستان لدى تحطم مروحية عسكرية كانت تنقل دبلوماسيين أوروبيين وأسيويين الجمعة في منطقة نائية بجبال الهيملايا الباكستانية كما ذكرت السلطات وتبنت حركة طالبان الباكستانية التي دائما ما تبحث عن الشهرة إسقاط الطائرة خلال هجوم وقع في قطاع وادي نالتار العسكري المحاط بتدبير أمنية مشددة لا وجود لها فيه لكن إعلان المسئولية هذا لم تؤكده حتى الآن أي مصادر أخرى ولقيت زوجتا سفيرين ماليزيا وأندونيسيا والطيران وأحد أفراد طاقم المروحية M-A17 حتفهم أيضا في حادث التحطم فيما أصيب سفيرا بولندا وهولندا وأكدت طالبان أيضا أنها كانت تستهدف رئيس الوزراء نواد شريف لكنه لم يكن موجودا في أي من مروحيات الوفد كما ذكرت مصادر متطابقة